على وقع التحذيرات من مخاطر عودة تنظيم الدولة إلى العراق وسوريا تمر الذكرى الخامسة على تشكيل أوسع حلف عسكري شهده العالم منذ حرب الخليج الأولى عام 1991 في العاصمة الأمريكية واشنطن كان الإعلان عن تأسيس التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في الخامس من أيلول عام 2014 ليعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لاحقا تنفيذ أولى الضربات في العراق وإرسال 800 جندي لحماية سفارة بلاده في بغداد وقنصليتها في أربيل وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا واستراليا أولى الدول التي انضمت للتحالف ليتسع تدريجيا في غضون أيام عبر انضمام 79 دولة التحالف الذي بدأ عملياته العسكرية في العراق قبل سوريا بعد استحوال تنظيم الدولة على مساحات واسعة من محافظات شمالي وغربي العراق ووقوفه على مرمى حجر من العاصمة بغداد هو اليوم متهم بقتل وتشريد الملايين من العراقيين وتدمير مدنهم وقراهم فالغارات التي ضربت مدن الفلوجة والرمادي والموصل والحويجة وبيجي وغيرها طالت عشرات المنازل وتحت ركامها دفنت عائلات بأكملها كما هو الحال في الموصل التي تتواصل فيها إلى اليوم عمليات انتشار الجثث لا سيما في المدينة القديمة ذكرى تأسيس التحالف الدولي تمر هذا العام مع تصاعد الدعوات لإخراج قواته من العراق وإنهاء عمله لأسباب مختلفة أهمها ذلك الذي يتعلق بالولاء لإيران على الرغم من حاجة الحكومة في بغداد إلى هذا التحالف في عدة مجالات حيث الوضع الأمني الذي ما زال هشا بحسب ما أكده مسؤول عسكري رفيع في بغداد المسؤول العسكري أكد أن طيران التحالف لم يقدم الدعم للجيش الحكومي وقوات البيشمرق الكردية فقط بل قدم دعما مباشرا لميليشيات الحجد في معارك كثيرة أبرزها معارك التكريت والفلوجة والقائم وسهل نينوى لافتا إلى أن ميليشيات الحجد تنكر ذلك وتريد اليوم انسحاب التحالف من العراق تحقيقا لرغبة إيرانية خصوصا بعد الضربات الموجعة التي تلقتها معسكراته دون أن يكون للتحالف دور في إيقافها جميع المؤشرات تؤكد أن التحالف لا ينوي حل نفسه أو إنهاء وضعه الحالي وسيمدد مهمته عاما إضافيا ليكون ذلك بمثابة الضربة للميليشيات التي شاركته مجازر الأمس بحق الشعب العراقي قبل أن تنفض المصلحة التي جمعتهما في تدمير المدن المستهدفة والتنكيل بأهلها ليضغى صراع الأمريكي الإيراني على المشهد ويتحول التحالف إلى خصم اللدود ينبغي أن يزاح من أمام المشروع الإيراني الذي يراد له اكتساح المشرق العربي